اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولا حلم ثالث حفلة على الخازوق حفلة على الخازوق تأليف محفوظ عبد الرحمن اخراج رضا جابري الفصل الاول وفيه وصف لنكبة حسد المركبي نتيجة سيره خال البال وبيان العظة من شرور السعادة والامانة والعياذ بالله المشهد الاول غرفة مدير السجن غرفة انيقة بسيطة لكنها كئيبة مكتب ضخم كراسي ضخمة لكنها قليلة جدا باب واحد الى يسار المسرح لوحة ضخمة معلق عليها بعض القيود بطريقة تشكيلية فركن آلة تعذيب ضخمة على الجدار بعض الصيات الضخمة في تناسق مدير السجن ضخم الجثة قاس محدود الذكاء لكنه مهر جدا في عمله مساعده على عكسه ضئيل الجسم سريع الحركة ذكي لماح الاضاءة خافتة وغير مباشرة مما يزيد من كآبة المكان ولا نظرة يا سعادة المدير ولا نظرة ولا نظرة واحدة ولا حتى من طرف عيني غريب انتهى الاحتفال كله صنعت ضجة لم يسبق لها مثيل ضربت عشرات من الناس الواقفين ليفسحوا طريقا للموكب صرغت فيهم وفي أذن الوالي أيضا لكن عينه لم تطرف دسيسة دسيسة ولا شك من النوع القاتل من النوع القاتل بالأمس حلمت أنني معلق على صور المدينة من قدمي صرخت في الحلم حتى إن زوجتي استيقظة لا تهتم صور المدينة لأعدائك إن شاء الله لا يكفيهم فهو لا يزيد عن ألف فرط لا تكن متشائما يا سيد المدير هل نسيت كم علقنا منهم حتى الآن؟ إنهم يتزايدون كالسرطان قل لي لماذا يتكثرون هكذا ولماذا يكرهونني؟ هذا بديهي فأنت مدير السجن والناس في كل مكان وزمان أعداء لمدير السجن ظاهرة غريبة لا تفسير لها دليل على عقوق الإنسان عداؤهم لا يهمني رضى الوالي ما يهمني سيرضى طيب بين لي ما تفكر فيه ألست واثقا فيه؟ أنا لا أثق في أمي لكني أثق فيك هل هل أنسى ملعبك؟ طالما مشينا على الحبل سويا يقطع الحبل ونحن لا نقع إذن يا سيد المدير اطمئن أنا لا أطمئن يجب أن أفهم اسألني عن أهم شيء بالنسبة لي هل نحن أطفال يلعبون؟ اسأل يا سيد المدير سنصل إلى ما تريد سألتك الإجابة عمري حياتي طب السؤال لك أيضا ما هو أهم شيء بالنسبة لك؟ وهل هذا يحتاج إلى سؤال حياتي طبعا رائع لو سألت الوالي سيقول لك نفس الإجابة لست أفهم أو ربما أنا على وشك أن أفهم لو أقنعنا الوالي أن هناك خطر على حياتي سنكسبه إلى صفنا أليس كذلك؟ أنت 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 إبليس تلميذك يا سعادة المدير أحيانا أتساءل لماذا لم تصبح سلطان الدنيا كلها ما دمت تملك هذا القدر من الخب من الخب لو كان لدينا سلطان واحد لأصبحت أنت يا سيدي فالناس فئتان فئة تتسلطن وفئة تخدم الصلاطين وأنا منهم لكن هل من السهل أن نجد ذلك الكبش؟ أي كبش؟ كبش الفداء إنهم يملؤون الأسواق والطرقات قد يرفض وهل تتصور أن واحدا من هؤلاء الذين يعيشون عيشة أفضل منها الموت يرضى أن يضحي بحياته ولو من أجل مولاي المدير؟ لابد أن يقاوم طبعا إذن سيتعبنا كلهم يتعبوننا ولكنهم في النهاية يموتون إما بالمشنقة أو بالخزوق أو بالسكتة القلبي وطبيب السجن يا سيد المدير خبير بالتقارير عن مثل هذه الحالة إبليس ماذا ظلم؟ اتركوني ماذا فعل؟ الكبش واصل ماذا فعل؟ اخرس يا متهم اخرس لنبدأ العمل آه لو عرف الناس كم نكد في عملنا ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ اخرس يا متهم اخرس متهم؟ متهم بأي شيء هش إيه؟ أفهمون الحكاية أيها الجندي ألم تجد غير هذا المشاغب؟ اليوم الجمعة إجازة لم نجد سواه يسير إلى جوار قص الوالي والله لقد بزلت جهدي يا سعادة المساعد أفهم أفهم أريد أن أفهم إنه خطير جداً إنه يريد أن يفهم هل وصل الناس إلى هذا المستوى؟ في زماننا لم يكن أحد يجرؤ على أن يفهم كلهم هكذا في البداية هل تجهلهم؟ أنا بريء مظيف في حياتي لم أسرق ولم أختلس ولم أعمل في الجباية لا 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 إنه يثير ضقيقاً هائلاً لو كان فيكم رجل رجل بمعنى الكلمة الله الله يقول لي ماذا فعلت؟ أنت غبي أيها الجندي ألم أقول لك أن تأتي برجل طيب شريف هادئ؟ أنا الرجل الشريف الطيب الهادئ ولكن لماذا تأتون بي إلى هنا؟ يا بني يا أيها الجندي الغبي هل تنقصنا الفضائح حتى تضيف لنا فضيحة جديدة؟ أتيت لنا بدلال من السوق؟ كلموني أنا أنا الذي أصرخ ولماذا تصرخ؟ لأنني بريء وهل قال لك أحد يا بني إنك لست بريء لا سمح الله؟ إذن لماذا أنا هنا؟ هذا ليس عملاً الله إذا لم يكن عملي فعمل من هو؟ إنها وظيفتنا التي نأخذ عليها راتباً في آخر الشهر أدابه الله منحكم الله الصحة والعافية وبرك لكم في أموالكم وذرياتكم وراتب آخر الشهر أنا لم أفعل خطأاً واحداً في حياتي أنا أحترم القانون وأخاف من العسكر وفي حياتي لم أرى بعيني سنجاقاً واحداً فلماذا تأتون بي إلى السجن؟ اهدأ وكيف أهدأ وأنا في هذا المكان؟ كن مؤدباً يا رجل هل أنت أحسن منا؟ كلنا هنا هادئون والحمد لله أنتم هادئون لأنكم موظفون وأنت أيضاً أنا؟ أنا ماذا؟ نريد توظيفك هنا أيها الجندي، اذهب جهز مكاناً للأخ امتقي مكاناً طيباً، واجب علينا إراحة الزملاء الجدل حالاً يا سعادة المساعدة هيا، تريدون توظيف شخص؟ فتأتون به هكذا؟ غلطة غلطة الجندي غلطة؟ على أي حال، أنا لا أحب أن أشتغل هنا لماذا؟ لا أحب أن أعمل في مكان أكره غبي، أنت غبي، هذا أول شروط النجاح هل رأيت موظفاً يحب عمله ويترقى أبداً؟ دائماً يترقى الموظفون الذين لا يحبون عمله يا سعادة المدير، يا سعادة المساعد أنا مراكبي، يعني أحب الحرية، لا أحب السجن أحب أن أترك لسفينة العنان يأخذها الموج إلى حيث يريد وتحركها الرياح إلى حيث تشاء لو كان الأمر بيدي، لفتحت أبواب السجون فلا شيء في الدنيا يستحق أن يسلب الإنسان من أجله عز ما يملك حريته لو كان الأمر بيدي، لكسرت كل الأقفاص وتركت العصافير تطير كلامك هذا في حد ذاته تهمة خطيرة معناها أنك تدعو لإلغاء الدمانات وتغيير القوانين الاجتماعية السائدة هذا الكلام يا بني، كاف لشنقك ثلاث مرات على الأقل سأطرم البندي انتظر، انتظر، لا تتعجل هكذا الرجل متفاهم، يجب أن نكون عادلين معه كان من الممكن أن ندفعك إلى السجن الآن ولا من شاف، ولا من عرف لكن لسنا من هذا الصرف نحن قوم متحضرون فكرة السجن للسجن انتهت خلاص، الآن واجب علينا توعية السجين السجن أصبح رسالة اجتماعية جليلة لكنني لست سجينا، أنت قلت هذا، وأنت شاهد لقد قال إنه يريد توظيفي نصف العام ولا العام كله لا تكن حرفيا، كن مارنا مارنا والله، وشاطر، ولماح لكنني لا أفهم شيئا مما يدور حولي متعاون جدا ولطيف وضريف ومطيع وهادئ وابن ناس طيبين ونحن على الخطأ وأي خطأ؟ خطأ كبير كبير جدا من حقه أن يغضب منه معقول جدا أن لا يفهم ما نقصده وطبعا كان واجبا أن نشرح له الحكاية اخص علينا، اخص، اخص، نسينا أن نفهمه الحكاية معذرة يا بني معذرة يا أخ أقعد، أقعد يا بني لا أقعد، استرح لا أقعد لا أقعد، لماذا لا تريد الجلوس؟ عندما يطلب مدير السجن من إنسان أن يجلس ويستريح فلابد أنه يريد منه شيئا أكبر من حريته بل ومن عنقه أنت حر؟ دعنا منه وهيا بنا إلى العم هيا سين ما اسمك؟ جين أنا موظف أم سجين الله يخرب بيوتكم وهل هناك فرق؟ أنا هنا لا أغادر هذه الجدران أسابيع كاملة إذن أنا مسجون وتحت في زنزان رقم واحد مسجون ينام على ريش النعام ويأكل الفلوذة والبالوضة وعيش الصرايا ويتعطر بعطور سمرقل ويتزوج مرة كل أسبوع لماذا؟ لأنه مهرج الوالي هل هذا يعتبر سجينا؟ ولماذا يسجن الوالي مهرجة؟ يا حيوان ما لك والسياسة؟ آسف يا سعادة المدير كان مجرد سؤال سين ما هو اسمك؟ حسن ما شاء الله الساطر حسن حسن ابن شخبلدر التجار لا حسن عبد الله واسم العائلة؟ محمد أنت من عائلة محمد؟ لماذا إذن تثير ضجة؟ عائلة محمد كلها ناس طيبون يسمعون الكلام ويطيعون الأوامر كل الزبائن لدينا من عائلة محمد السن؟ لا أعرف على حساب أمي رحمه الله خمس وعشرون سنة وعلى حساب أبي رحمه الله ثلاثون خمس وثلاثون لا مانع يا سعادة المساعد سين من هم شركاءك في الهجوم على قصر الوالي؟ يا نهر أسود الهجوم؟ الوالي؟ أنا؟ ماذا تقولون؟ قولوا كلاما معقولا قولوا كلاما يذهب بي إلى السجن أما لا إنه خزوق على الأقل لماذا؟ هل فعلت لكم شيئا؟ هجوم؟ والي؟ قصر؟ اهدأ 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 يا بني من أين أتى بك الجندي؟ من عند قصر الله لكن أنا من عند القصر وعلى وجه التحديد من عند باب القصر أليس كذلك؟ المهم الاعتراف التهمة ثابتة يا سعادة المدير ولا يفيد الإنكار تهمة؟ ثابتة؟ أي تتهمة؟ التجول حول قصر الوالي مع سبق الإصرار والترصد وهل هذا جريمة؟ وأي جريمة؟ يا سيد حز يا ناس، يا عالم لقد كنت أريد أن أبلغ الوالي رسالة رسالة؟ رؤية، اكتب عندك وادع المتهم الجنون كلمنا يا أخ حسن عن الرؤية كلامك سيفيدنا إن شاء الله شفت في الحلم اللهم أجعله خيراً أنني في أرض واسعة خضراء على شاطئها بحر أزرق بلا نهاية كان الجو جميلاً ربيعاً إنسان حر في ما يحبه كان حولها سحاب يتصابق لكن السحاب لم يكن سحاباً بدأ يتغير شيء فضيع كان جراداً أصبح جراداً جراداً كثيراً كثيراً جداً نازل على الزرع الأخضر أكله أكل كل شيء كل شيء حتى الإنسان جعل الأرض كلها خراباً صرخت أترك الزرع الأخضر أترك الإنسان ظلت أصرخ أصرخ حتى استيقظت يخرب بيتك ثم قلت لنفسي إنه من واجبي أن أحكي هذه الرؤية للوالي الوالي؟ ولما الوالي بالذات؟ صوت داخلي أكد لي أن أحداً لن يستطيع شيئاً سوى الوالي صوت من؟ لا أعرف لا يا حبيبي لا لا تحاول التغطية على شركائك غريبة حكاية الجراد هذه رغم أن الدنيا مليئة بالفضائع إلا أن أسوأها جميعاً ليس فقط لأنه يسرق طعام الناس ولكن أيضاً لأنه يسرق أمالهم سين سين هل لك علاقة بهذا الجراد؟ علاقة بالجراد؟ إنها حلم مجرد حلم وإذا كان مجرد حلم يا فالح لماذا تريد إزعاج الوالي به؟ ليس لدي إجابة على هذا السؤال فقد وجدت نفسي مندافعاً انتبه لهذه الكلمة جيداً مندافعاً إنها واضحة وضوح الشمس خال باللسان مندافعاً لقد ذهب مندافعاً وما أدراك ما مندافعاً وهذه الكلمة حسمت القضية إنني لا أفهم يا ساداتي التهمة ثابتة جداً نعم مندافعاً الخطوة التالية هي معرفة ما وراء القضية نكشف عن تاريخي أكيد 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 ارتكب شيئاً ما من قبل لابد أنه كان مندافعاً من قبل وإذا لم يكن قد ارتكب شيئاً فلابد أن أباه قد ارتكب أو أخاه عم خالته يخيل لي أن جده كان متهماً في محاولة قتل جد الوالي الأضابير والملفات كلها موجودة وسنعرف كل شيء جهز دي القضية سأذهب بها إلى الوالي فوراً اهدأ هل عباءتي جاهزة؟ ولما أهدأ؟ إنها قضية جاهزة ألم يكن هذا الولد مندافعاً؟ نسيت القاضي وما دخله بالأمر؟ الوالي سيحول له القضية والمتهم لم يقتنع بعده بالتومة يا بني اقتنع وخلصنا اقتنع بماذا؟ كن متعاوناً لا تخيب ظننا فيك متعاون والله لكن المطلوبة صعب جداً اسمع يا حسن اسمع يا حبيبي بصراحة كده أنت مكلف بمهمة وطنية كبيرة كبيرة جداً أنا؟ نعم نعم يا بني أنت القدر اختارك أنت بالذات لمهمة تاريخية عظيمة لا أفهم الوالي ماله؟ هناك خطر عليه وهذا تفسير الحلم نحن نعرف لكننا لم نرد التصريح لك المشكلة أن الوالي مقتنع بسيطة قلوا له كل شيء قلنا لكنه لا يصدق قدموا له الدليل المصيبة أن ليس في يدنا أدلة أنت الدليل يا حسن أنا؟ لا واعترفت سيثق الوالي في كلامنا أعترف بأي شيء؟ اعترف فقط ونحن علينا الباقي سنلقن كما تقوله بسيطة جداً تسجل أقوالك في التحقيقات فتقوم الاعترافات ضار بكل العمل نحن نتبع أحدث الوسائل الصحيحة في شعبة الاعترافات ثم فقط شيء بسيط جداً كما ترى يا أولاد التعالب تريدون إجلاسي على الخزوق لماذا تصرخ هكذا؟ أنت حيوان لا تفهم شيئاً إنه نموذج كامل للغباء يا سعادة المدير أنت المسؤول قلت لك ألف مرة إن حسن عبد الله لا ينفعنا وأنت تؤكد لي أنه مثال الإخلاص والتضحية عائلة محمد هذه لا نفع فيها آسف آسف يا سعادة المدير لكل جواد كبوة يا حسن أهكذا تكسفني مع سعادة المدير؟ هل تتصور يا أخ حسن أننا سنتركك تجلس على الخاز غابي غابي والله قبل أن يحدث هذا نكون قد هربناك وأنا لا أنسى رجالي أبداً إخلاصهم دائماً محل تقديري واهتمامي أهرب كيف؟ أهرب وأنا أحمل على كتفي تهمة مثل هذه التهمة؟ سأكون في نظر الناس خائناً وإذا لم تتعاون معنا ستكون خائناً أنا سيت مندفعاً؟ هل أنا محكوم علي؟ دون أن أفعل شيئاً؟ تهانئي يا حسن تهانئي لقد بدأت تفهم ظهرت عليك علامات الذكاء يا بني ليس مهماً ما فعلت المهم ما أنت فيه الآن يا سلاح لا اختيار هكذا خائن وهكذا خائن ما طريق أمامك سوى التعاون معنا كي ننقذك مستحيل إما الموت أو الموت فكر يا أبا عليك إما الخزوق أو الخزوق مصلحتك يا حسن إما الخيانة أو الخيانة سننقذك يا حسن هنا لا حل وهناك لا حل لا لا وألف لا وهات ألف خزوق المشهد الثاني المشهد الثاني المسرح المسرح مقسم إلى جزئين غرفة السجن حيث حسن وممر أمام الغرفة يشبهه في الكآبة يدخل الجندي متجها ناحية حسن يخري بيتك حظك من السماء صحيح لابد أن والديك كان من الصالحين ودعوا لك كثيرا أنا طبعا ولماذا يا حضرة الجندي هل وجدوا لي خزوقا حنونا يقتل دون ألم لا 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 لابد أنهم وجدوا دليل ضدي ليس بعد إذن لماذا تحسدني يا هذا لك زيارة زيارة؟ زيارة لي أنا؟ لسوء الحظ ليست لي أنا؟ يا سيد التكل على الله أنا كالقيت بالضبط لا أهل لي زيارة زيارة يا حسن الله لماذا ترقص هكذا؟ اخرس يا مسجون الحكومة لا ترقص أبدا هل هذا معقول؟ أريد أن أدخل قصر الوالي فيأتون بي إلى السجن ليكتشف أني في البيمارستان حكماتك يا رب الزيارة الزيارة هند؟ الزيارة ماذا أتى بك إلى هنا؟ أنت؟ ماذا أتى بك إلى هنا؟ أنا؟ آه ما لك أنت وهذا؟ عملت جريمة لابد آه آه منك آه أنا لم أفعل شيئا أكيد سرقت عرفاك يدك طويلة يخرب بيتك أنا لم أسرق في حياتي كذاب كذاب وهل أنا لا أعرفك؟ ألم تسرق الرمانة من البستان؟ وكلما قلت لك لا يا حسن لا تمد يدك وتسرق أكثر يا ست ماذا تريدين بالضبط؟ ألم تحليفي ألف يمين؟ كل يا حسن خذ هذه يا حسن اشبع يا حسن ولا لص ماذا تريدين مني؟ آه هل أرسلك مدير السجن لتعذيبي؟ وهل مدير السجن يحتاجوني في أمر كهذا؟ إنه يمتلك الكثير غدا تعرف يا مسكين عضت كلب وتعترف أن والدك اسمه حسنية يا ستار التناقل بين الماء الساخن والبارد وتعترف أنك قتلت قبيل وهبيل كفا كفا والنار الكاي يا حسن كفا طفل المسكين خائف أنا رست خائفا أنا بريء وما أهمية ذلك؟ أنا بريء هل يجب أن تكون مذنبا حتى تدخل السجن؟ في هذا الزمن الشاطر فقط هو الذي لا يدخل السجن لكل من دخل السجن مذنب هو لكل من لم يدخل بريء أريد أن أعرف كيف جئتي إلى هنا بالقوة بالقوة خذ فهمت؟ بقوة الدنار أنت ترمين بفلوسك في البحر لماذا؟ غبيّة عقل القاصر وسوز لي أن آتي إلى هنا وأراك لماذا؟ لا أعرف فأنا لا أتعب نفسي في التفكير أنت مجنونة وقلبي رقيق ماذا تريدين مني؟ أريد أن أتفرج عليك وأنت كالعصوري في الفخ تشمتين فيه؟ أخص عليك يا حسن أخص وهل أنا أشمت في أحد؟ وفيك أنت بالذات؟ إذن لماذا جئتي؟ ألم أقل لك عن السبب؟ لأنني لم أرسجنا في حياتي والآن رأيته مع السلامة أنت تنام هنا؟ يا مسكين مسكين يا طفل الصغير العزيز يا ستي مع السلامة مسكين يا حسن مالذي فعل بك هذا؟ لا أعرف كفت خبثا قل لي قل لي لا أحد يسمعنا يوب خذ جابي ضرائب ولكن بطريقة غير شرائية وإن كانت منظمة جدا أكثر من طرق الشرائية أرجوك امشي من هنا أخص عليك يا حسن أخص لا تستطيع واحتمالي يا نزيل السجور يا لسه الرمان إذا لم تنصر في حالا سأصرخ لأطلب الجندي دينار يعيده إلى حيث كان وعشرة دانانير تذهب به إلى السند أريد أن أعرف ماذا تريدين؟ مصلحتك مصلحة أن تنصرف الآن حتى أتفرغ للتفكير في المصيبة التي أنا فيها لن أنصرف من هنا إلا معك يا سلام على الشهامة عن نبل الفروسية الرجولة يا امرأة امطلق من هذا المكان بأسرع ما تستطيعين فالزنزانة المجاورة فارغة وسعادة المدير لا يحب أن يرى مكانا فارغا لا يهمك قل لي من الذي سجنك؟ الحكومة أعرف ولكن من في الحكومة؟ الوالي؟ الوزير؟ هذا الجندي؟ كل هؤلاء يسمون أنفسهم حكومة مدير السجن لحسابه؟ مجهود شخصي سأذهب إليه لمدير السجن؟ سأشرح له براءتك يا هند، يا هند، الحكاية ليست سهلة سعادة المدير في حاجة إلى شخص بعد يومين أو ثلاثة على الأكثر سيجلسه على الخازوق أنا هذا الشخص صعب عليهم أن يجدوا شخصا آخر ولماذا أنت بالذات؟ قادري؟ يبحثون عن آخر هكذا؟ بعد أن كتبوا استمارات ودخلت العهدة وسجلوا اسمي في الدفتر خانة؟ مهما حدث، يجب أن تخرج من هنا لماذا؟ الحرية الحرية شيء جميل لقد فقدت الحرية يا هند ضعت مني لن أحس بها مرة أخرى سيظل السجن داخلي ما يذهب لا يعود سأساعدك يا حسن سأقف إلى جوارك سأجعلك تنسى السجن سأعرفك مرة أخرى على الحرية آه، فهمت إنه الحب ولهذا ما أقول أنا فقط 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 أعطف عليك سمعي هند، أنا لا أحب أن يعطف علي أحد ولا أن أعطف على أحد لكنني أحب أن أعطف على أحد وأن يعطف علي أحد هذا اسم الحب يا بكي لكنني لا أريد المشاكل من غير حب دخلت السجن بالحب سأشنق سأجلس على الخزوق وهل هذا هو الحب؟ لا 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 الحب شيء آخر الحب حياة جمال، حرية الحب أصفور يغني شمس الصباح تلمس جبهة الدنيا نسمة ناعمة على شط البحر أكل الرمان في البستان تأخرت هذه المرة الشغل كثير سأطلب منهم أن يعينوا لي مساعداً خذ، خذ لقد دفعت حتى الآن أربعة دنانير لقد عددتهم فداك أنا لا أساوي درهاماً ربما، لكنني أدفع من أجلك ألف ألف دينار أو أكثر لماذا؟ لا أعرف ربما ربما لأنني غبية أمي كانت تقول عني دائماً إنني غبية كلما لعبت مزقت ثيابي كنت تلعبين؟ وأنا صغيرة أنا عمري ما لعبت ولا يهمك، عندما تخرج سنلعب فات زمن اللعب أبداً، أبداً، لا يفوت يا عبيت لكن لكل سن، لعب خاص به عندما يدخل إنسان هنا، لا يعرف إلى أين يخرج إلى البستان يا حاسم أنت مغرورة سترى لكن لماذا؟ لماذا تهتمين بي كل هذا الاهتمام؟ نسيت البستان يا حسن ليلة وراحت لحالها كانت ليلة رائعة ربما، لكنها مرت، انسيها انسيها؟ هكذا الرجال دائماً آه، 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 يا خائن أربوكي، لا داعي لهذه الكلمة، قولي أي شيء إلا هذه الكلمة لا تكون قاسياً معقول، قاسياً، هذه لبأس بها ومع ذلك، والله، أنا لست قاسياً، أنا قلبي رقيق كحرير خرسان، لكن الزمن لا يبقي شيئاً على حاله منذ أن دخلت، وأنت توبخني معذور لا تقدر عليهم، لكن تقدر علي أنا أنا آسف هل استغاضباً مني؟ وهل هذا معقول؟ مستحيل أن يغضب سجين، وامرأة مثل القامر تزوره على الأقل ترفع روحه المعنوية، قبل تعليقه على صور المدينة حافظك الله يا حسن وصياتي يا هند، إذا مت، أن تقولي للعالم كله، إن الجراد سيهاجمنا، وإذا لم يقاوموه من الآن، لن يبقي على أخدر ولا يابس، لن يبقي على الأرض، حتى الإنسان سلامة عقلك يا حسن، أي جراد، أنا عرف، عرف، إن السجن سيصيبك بالجنود هلوا؟ مغض لا أستطيع تهريبا، سيتثنقون أنا من أجل زياني أريد أن تذهب بي إلى مدير السجن وَهل قسرنا لا لسامح الله؟ لا، ولكني أريد أن أقابله وفري فلوسك هند مدير السجن لا يشتغل في أقل من ألف دينار حسن دعني أفعل شيئا قد أكون غبية ولكنني أرى أن من لا يخطئ لا يستحق الخوف قد أكون غبية ولكنني أرى أن من يمرح لا يستحق الحزن قد أكون غبية ولكنني أرى أن من يحب يستحق الحب المشهد الثالث غرفة مدير السجن نفس المشهد الأول مدير السجن ومساعده والعسكري النظام أساس عملنا هنا هو النظام لا زوار يا غبي البند رقم أربعة من الباب التاسع في مرسوم إنشاء السجن صح لكنها امرأة وامرأة أيضا البند رقم تسعة قلت لكم ألف مرة إن هناك ثلاثة أماكن لا تدخلها المرأة السجن والسفينة والبيمرستان مملوء مملوء وغير ممكن أيضا قل لي أيها الجندي جميلة قمر جريمتان جريمتان اهدأ اهدأ يا سعادة المدير اهدأ اهدأ والسجن أصبح فوضى امرأة ماذا يحدث لو أنهم فصلوني من عملي لكان الحق معهم لا لن أسمح لكم بالضحك على ذقني من اليوم سيعود النظام للسجن سأشنق منكم كل يوم واحدا أو اثنين لابد من التحقيق في موضوع هذه المرأة حالا ادخلها يا الله هيا تها السيدة كيف دخلت إلى هنا صباح الخير اجلسي حتى نبدأ التحقيق يو كفلنا الشر أي تحقيق أي تحقيق هل تعرفين يا ست أن دخولك هنا جريمة لا جناية لماذا أنت تدمرين النظام تدمرين كل شيء أنا البند رقم أربعة يمنع دخول أي زائر والبند رقم تسعة يمنع المرأة والمرأة بالذات حتى لو كانت سجينة السجون لا تدخلها النساء يدخلها صنف ثالث لا هو بالرجال ولا هو بالنساء حاولي أن تري واحدة منهن ثم انظري في المرأة ستجدين أن النسوة لا يدخلنا السجن شيء آخر يدخل السجن صحيح والله فرق كبير بين النساء والمسكونات أنت أنت يا غبيل لماذا تقف هنا أنا أنت تلقي نشتهدة يا ولك أبدا والله نا اذهب من هنا فورا وليه حساب معك فيما بعد ما هي القصة يا ست فتنة أنا ليس اسمي فتنة لابد أن يكون اسمك فتنة وقد أحدثت في السجن فتنة يا خراب ومظاهرة أيضا القصة بسيطة جدا يا سعد المدير أنا فعلا أريد أن أعرف القصة أتيت لأزور أخي أخوكي آه هو مسجون هنا مسجون أخوكي أنت مسجون خوله الأخوة تقل بالله يبدو أن الفوضى قد عمت السجن تماما بالتأكيد أخوكي مظلوم مظلوم طبعا ما هي جريمته لم يرتكب جريمة كثيرون عندنا جريمتهم أنهم لم يرتكبوا جرائم ما هي تهمته لا أعرف يا مساعد نعم اطلبه واسأله أخي أيضا لا يعرف تهمته الأطابير عندنا والملفات عندنا لا يعرف تهمته بسيطة نأتي بملف رقم سبعة كل شيء عندنا بنظام ما اسمه؟ حسن حسن عبد الله حسن عبد الله إنه صاحبنا متأكد أخوكي اسمه حسن عبد الله وأنا اسمي هند وهو حسن أنت هند وهو حسن وأنت هند عبد الله يو طبعا طالما أن أخي اسمه حسن عبد الله فلابد أن اسمي هند عبد الله من عائلة محمد المعروفة في الحقيقة في الحقيقة الحقيقة نعم أخوكي ولد طيب يهو غلبان غلبان وفي حاله لا يهشق ولا ينشق طيب طيب جدا نحن يا ست هند نحن عندنا أحسن مساجيل في العالم كله ها لكن حسن أطيبه أيرضيك يا سعد المدير أنا شابا طيبا يلقى في السجن لو أن أخاكي قتل نصف أهل المدينة لما أرضاني بقاؤه في السجن ليلة واحدة أتعرفين لماذا؟ لماذا؟ لأنه أخوكي نصرك الله على أعدائك افرج عنه نعم نعم مستحيل يا ست هند مستحيل إنه حسن بطل اللعبة الكبيرة آه طبعا مستحيل كده؟ نعم آه أيرضيك يا سعد المدير أن أرملة في سني أنا تعيش وحدها في بيت طويل على مشارف المدينة وليس معها رجل يحميها لا أنت تعيشين وحدك ليس معي سوى خدمة بنت العوب لا نعم تأخذ إجازة كل خميس وجمعة لماذا؟ لكي تبيت عند أمها لكنني أكتشف أن أمها ماتت منذ عشر سنوات هل تصدق يا سعد المدير؟ معنى هذا أنك تكودين في البيت وحدك لا تتصور مدى خوفي خائفة من اللصوص والشدار وقطاع الطرق والطامعين في أرملة جميلة مثلي أنا لا لا بصراحة هذا ظن حتى لو كان حسن لم يفعل جريمة وهذا في حد ذاته جريمة كبرى يهجب الإفراج عن عوامل إنسانية نعم ومن غيرنا يحتضم العوامل الإنسانية يا سلام ربنا يطول عمرك يا سعد المدير ربنا يكرمك يا سعد المساعد لكن النظام فوق كل شيء لا أفهم خروجه يا ست هند بمعاد لدينا كل شيء يا ست هند له مواعيده لن يخرج معي الآن كان هذه الفوضى بعينها إذن متى يخرج؟ يخرج يوم الجمعة الجمعة يوم الخميس ومعي صدق الإفراج بنفسك؟ لتتأكدي أخاف أن يكون لديك شك أو ريبة آه أليس أفضل أن أتي أنا؟ لا 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 هذا يغير من الإجراءات ويتناقد مع نصوص الفرامان السلطاني الصادر في عام 601 والتفسير الصادر في عام 609 وتفسير التفسير وإلخ ومعنى هذا يا ستهن أن يخرج أخوك بعد سنة أرى مساعد لم يكلمك عن شرح تفسير التفسير ممكن أن يخرج بعد سنتين أو أكثر أين البيت؟ آه البيت آخر بيت في شرق البلد على شطئ البحر قبل السور الأبيض مباشرة له حديقة جميلة مليئة بشاجر الرمان رمان؟ أنا أيضا أحب الرمان لكن يا سيادة المدير ماذا يقول الناس؟ الناس؟ الناس يقولون أي شيء إلا عن مدير السجن يخافون مجرد التفكير فيه أنا أنصح أن تكون الزيارة بعد المغرب مباشرة لدينا إحصاءات دقيقة عن تحركات الناس يمر في هذا المكان وفي هذا الوقت ثلاثة أشخاص ونصف شخص في الساعة وهي نسبة ضئيلة جدا مضبوط هذا هو الوقت المناسب آه يخيل إلي أن سعادة المدير له هدف ما؟ سمعي يا ستهم نعم بزمتك أنا بزممك بزمتك هل قابلت في حياتك راجلا؟ لم يكن له هدف ما؟ وأنا مثل أي رجل آخر وأسوأ يا جماعة إن هذا الكلام يصيبني بالخاجل وهذا بالضبط ما أقصده يا حلوة لذتي أن أجعل النساء يخجل والمساجين يصابون بالضعر والناس يخافون آه بالله بالمناسبة أنا أحب اللحم جدا آه أيا لها كل أنواع اللحم الخراف الماعز الثيران البشر لكنني سأتي بالنبيذ معي آه ألا يرى سيدي المدير أنه يستغل الظروف؟ أرى هذا طبعا غبيل من لا يستغل الظروف ومع ذلك يا ست هند فسعادة المدير لا يستغل الموقف تماما سيدي بالنبيذ معه والنبيذ يا ست هند غال جدا في هذه الأيام آه ألا يكفي أنني سأفرج عن أخيكي وأسعدك في نفس الوقت؟ تساعدني؟ طبعا ألست أرملة جميلة وحيدة ومحتاجة إلى 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 مدير السجل آه يخيل لي أن هناك خطأ ما لا 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 تستسليمي للتخيلات لماذا تضع زيارتك كشرط للإفراج؟ العلاقة السليمة بين رجل وأمرأة يجب أن تكون بلا شروط؟ ماذا تقصدين؟ إفرج عن حسن ودعني بعد ذلك أختارك سيكون أنا إذن اختيارا لشخصك وليس لنفوذك أكون حمارا بالطبع لماذا؟ ألف امرأة تتمنىك هذا هو الكلام الحلو الذي لا يصل إلى نتيجة أنا بدون نفوذي يا حلوة لا أساوي باصلة آه باصلة اسمع يا ست أنا رجل منظم جدا النظام أهم شيء واضح السك أوقعه صباح الخميس الزيارة بعد المغرب الإفراج الجمعة مستحيل أن أغير هذا النظام لو غيرته لن أصل إلى شيء أنا أعرف نفسي جيدا طبعا أنت منظم ألا تخشى أن أشتكك؟ تشتكك تشتكك كل شيء بنظام وحساب هل نسيت أن أخاك بين أيدينا؟ يبدو أنك تحبينه جدا وهل ضيعني إلا حبه؟ اتفقنا مع السلامة وإياك أن تعودي إلى هنا ممنوع منعا باتا دخول النساء إلى السجن مفهوم متى يأتي يوم الخميس؟ لابد أن يوم الخميس سيأتي إنه لا يتأخر أبدا لها من أمرأة لن تمر بها امرأة مثلها أبدا يوه 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 صاعقة بذمتك 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 ألم يجري ريقك عليها؟ جارة لماذا لا تأتي معي؟ هل ترى من الصواب يا سيد المدير أن يكون مساعدك معك حتى في هذه المسائل؟ لا 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 سخيفة فعلا عندي فكرة نؤجل الإفراج عن الولد أسبوعا آخر واذهب أنت الخميس التالي الولد لن يفرج عنه سعادة المدير لهذا الخميس ولا الذي بعده ولا أي خميس آخر نعم لا أفهم اذهب سعادتك إلى حيث تشاء ولكننا لم نضيع حسن أبدا إنه باطل اللعبة الكبيرة الدجاجة التي تبيد ذهبا لكنني وعدته وعد القوي للضعيف الوعد الحقيقي هو لمن كان مثلك أو أقوى منك ما قيمة الوعد يا سيدي إذا كان لمن لا يستطيع إجبارك على تنفيذه؟ وحد اذهب لها يا سيدي يوم الخميس يوم الجمعة ستصبح مثل أي امرأة أخرى ستصبح بلا طعم وقبل يوم الجمعة سيكون حسن قد اعترف بإذن الله وربنا يسهل ونجلسه على الخازوق يوم السبت الفصل الثاني وفيه يقص الفقير إلى الله تعالى ما وقع لحسن المركب من أهوال وما لقت الأرمنة الحسناء من صعاب وبيان طرائف العصر والأوان والله المستعان المشهد الثاني ديوان المحتسب الكاتب وهو نفسه المساعد في الفصل الأول وكذلك هند يا سيدي أقصب برأس أبي إنني لم أعرك من قبل لماذا تنكر نفسك يا سعادة المساعد هل عملك هذا أفضل من عملك كمساعد لمدير السجن والله والله كانت هيبتك هناك أكثر أنت مجنونة قطع لأنني لم أدخل السجن في حياتي ولا سرت بجانبي ولا مررت في الطريق القريب منه بل ولا أعرف شكله العقل يا رب العقل لقد كنا معا في الصباح أكد لك أنني لنستطيع الاختراب من السجن لأسباب خاصة بعيني هاتين رأيتك يا رجل لو أنني مررت بجوار السجن فلابد أن يجد لي المدير تهمة أو ربما سجناني من غير تهمة بينه وبين سيد المختاسب ما صنع الحداد بل والنجار أيضا المدير يكره المختاسب وأنا من رجال المختاسب يده اليمنى المدير يريد القضاء عليه حتى يصبح سيد المختاسب بيد واحدة لا تنخدعي إذا ما رأيتهما صديقين ودودين يجمعهم الكاس والضحكة والنسب أيضا علية القوم يا سيد عندما يكرهون علية القوم يهجمون عليهم بالقوبة وهذا ما يسميه الحكماء بالسياسة ها هو المختاسب ماذا تريدين يا سيد؟ أنا ألا تستطيعين الاحتشام قليلا يمرأه يه؟ أليس لك رجل يملك عصا ينهال بها عليك حتى يؤدبك يه يه؟ اسمعي أنصحك أن تخرجي لتشتري العصا وتعطيها لزوجك هدية فلا عيب في أن يسعى الإنسان لتأديب نفسه ما هذا كله يا سيد المحتس إن الأمر لا يستحق كل هذا لقد قيت أقدم شكوى أستغفر الله العظيم الشكوى لغير الله ما ذلك وأنا قد ذللت يا سيد المحتس لا قدر الله لا قدر الله قولي إنك توهمت فقط بحمد الله وفضله يسود العدل أركان الولاية ومع ذلك فأنت قد أخطأت الطريقة يا مرأة من لديه شكوى يقدمها للقاضي ذهبت إليه فلم أستطع الدخول ولماذا؟ كانت هناك قضية كبيرة سنقق قتل سنقق آخر ومماليك الطرفين يزهمون المكان كان عليك أن تنتظر انتظرت فقتل خليفة السنقق المقتول خليفة السنقق القاتل ولم أستطع لانتظر أكثر من ذلك خشية أن لا ينتهي القتل فجئت إليك يا حامي حمى المظلومين إننا نتعدى بذلك على سلطان القاضي أليس كذلك أيها الكاتب؟ أهو يعمل كاتبا هنا؟ من سلطات سيد المحتسب أن يضبط المخالفات والجرارب ولعل هذه السيدة تعرض شيئا من هذا القبيل نعم نعم من هذا القبيل تكلم يا امرأة لكن باختصار لم يعد سوى دقائق على صلاة العصر باختصار شديد يا سيدي مدير السجن مدير السجن؟ ماذا حدث؟ يريد أن يأتي إلى بيتي لماذا؟ أمر لا يحتاج إلى شر هكذا يريد أن يأتي لك البيت لكي سأسجنه إن شاء الله ابن نعيم العوادة هل تعرفين أن أمه كانت عوادة؟ تليلم 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 تليلام أيضا الله كانت عوادة ما علينا؟ قولي ماذا فعل؟ قصي علي كل شيء بالتفصيل أريد كل شيء بدقة متناية إنه يريدني أعوذ بالله يريدك؟ كيف؟ احكي بالتفصيل لا أستطيع لا حياء في الشكوى يا بنت هيا تكلمي اسمع منذ وقت طويل وهو يتبعني منذ متى؟ الدقة مهمة جدا هنا من سنة لا 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 من سنة ونصف وهو يحاول يحاول سنة ونصف؟ لا 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 مستحيل لا بد أن شيئا حدث لا تخدر لم يحدث شيء وشرفك يا سعد المحتس لم يحدث شيء لم يحدث شيء أنا لا أعرف ابن نعيم العوادة سنة ونصف يحاول مستحيل طبعا هذا ما حدث؟ يا بنتي يا بنتي كوني صادقة وسندفع به إلى حيث لا رجع المهم ثم ماذا حدث؟ قلت له لا 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 يا مدير مستحيل يا مدير أنا ست شريف يا مدير وهو يزد إلحاح عرفه لا يبريه أحد في الصفاقة لما يقست هل يقست؟ ألم أقول لك كوني صادقة؟ لقعت إلى أخي حسن حسن قلت له يا حسن أنقذ أختك العفيفة من هذا الوحش تصد له تصد له حسن كالأسد لكن المدير الملعون قبض عليه وسجن ثم قال لي يا هند إما أن يحدث ما لا أستطيع أن أقوله أمام مولاي المحتسب وإما أن يظل أخي في السجن إبليس وعينوه مديرا هل ما زال أخوك في السجن؟ ينام على الأرض يا عيني بماذا اتهمه ابن نعيم العوادة؟ أكيد لفق له تهمة فهو خير من يلفق أبدا أبدا مازال حتى الآن يبحث له عن تهمة مدهش رغم أن التهم عنده جاهزة وكثيرة ولا يجد لها عددا مناسبا من المتهمين حسن لم يفعل شرا في حياته أبدا أبدا لا أهمية لذلك عندي يا ابنتي أيها الكاتب هل عباءتي جاهزة؟ ضاع حضن نعيم العوادة إن لله وإن لي راجعون أيها الكاتب هاتي العباءة أنا ذاهب للوالي فورا هند يا ابنتي ظلي هنا هنا يا أسرع أيها الكاتب هند الأفضل أن تأتي معي نهايتك على يدي يا ابنة ترلململم أيها الكاتب ألعباء وأسرع أسرع اهدأ يا سيد المحتسب اهدأ ماذا تقول يا ولدي؟ أقول إن مولاي المحتسب لو فكر قليلا سيجد حلا آخر أي حل آخر يا ولد إنها فرصة العمر خمس سنوات وأنا أنتظر مثل هذه الشكوى ولو كان حظه حسنا سيحال إلى التقاعد لو كان حظه كما أتمنى أنا سيشنق يبدو أن سيد المحتسب نسي جناح رقم أربعة قصر إلى جوار قصر مولاي المحتسب ورفض أن يبيعه كان يكشف الحريمة في القصط لم يكن يعجبه إلى الهواء العليل في الطبق الثاني لقد دخل السجن بلا تهمة ولا أوراق مجرد مجاملة لمولانا المحتسب المسجون الثاني أحمد التقي آه تقي نعم لعنه الله كان يرش في الخمر كان يفسدها بقدر من الماء وآخر من الكحل فتصبح بلا طعم وتجرح الحنجرة كالنار وكيف عرفت هذا شو اخرم سيقول أحمد التقي إنك كنت تشتري الخمر منه ويرهد على ذلك مدير السجن ومساعده ويقسمون جميعهم المسجون الثالث عبد المنعم صبحي ضبطه مولانا الثالث في الحرم للفضيحة والفضيحة الأكبر أن سيد المحتسب تغاضى عن الموضوع وعاد إلى حريمه كما كان والمسجون الرابع كفا 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 جناح كامل لحساب سيد المحتسب سبعة عشر مات منهم ثلاثة من الدهشة وبقي أربعة عشر اسمعي يا هند نعم أنعم الله عليك الأمر يحتاج إلى تفكير إلى تفكير عميق لقد سمعت بنفسك يا أمرأة أدخلنا السجنة بعض السفلة الفاسقين بضمير مستريح لكن قد يكون للوالي رأي آخر عدل أو العدل ما فعلته؟ عدل والله وهل تخاف العدل؟ أنا لا أخاف العدل ولكن للمسألة يعني جوانبها العدل له جانب واحد يا سيدي العدل ليس مجرد كلمات تقال العدل ليس سيفا قاطعا العدل شرطه الحكمة العدل شرطه الحق ما زلت صغيرة لا تدركين مثل هذه الأشياء أين أنا من الحكمة؟ مولاي المحتسب وحده الحكيم حكيم منذ الصغر ولذلك صار محتسبا ملعونة تلك الحكمة التي لا تجعل الرجال رجالا بنت كوني مؤدبة يا بنت هناك غرفتان خاليتان في جناح أكبر باح عندما يفكر المحتسب حارس العدل في الحكمة بدلا من أن يفكر في العدل فقل علينا السلام على من ليس له سلطان ومن ليس له في حمى السلطان غباء أن ننطح رؤوسنا في الصخر غباء أن نتحدى الأقوياء وأين هم الأقوياء؟ إن القوي هو من يستطيع أن ينظر في وجوهنا دون خجل يا السلام طبعا دون أن تطرف عيناه إحساسا بالذنب إنهم ضعاف ضعاف جدا مدير السجن ضعيف لأنه فعل شيئا تستطيع به أن تدفعه إلى السجن لا 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 أستطيع عندما يكون الحارس واللس سواء فلا طريقة أمامنا سوى العذر سنصل سنصل إلى رضاك سنرضيك سأقابل مدير السجن ليفرج عن أخيك سأقنعه لي أفضل علي وهكذا أكسب القضية وتخسرها أنت ماذا تريدين مني؟ العدل العدل؟ ولماذا تطلبين العدل مني أنا وأنا بالذات؟ لأنك المحتسب حارس العدل في البلاد هل تتصورين المحتسب يعيش في برج عاجي أو جالس على سحابة بيضاء أو ناسكا فوق الجبال أنا موظف في الدولة أعطوني عصن أحمي بها العدل في مقابل راتب شهري تدفعه الدولة هل تعرفين معنى الدولة؟ إنها الوالي والحاجب والوزير والقائد والكاتب والبحظية وألف شخص آخر كلهم يريدون العدل ويصرون عليه بالشرط بشرط أن لا يمس مصالحهم وإذا خرج ألف شخص من دائرة العدل لن يستطيع سليمان الحكيم نفسه أن يقيم العدل أرفع عصاك عليهم تكون الأقوى عنقي سيكون الثمن ألوف وألوف سيرفعون سيوفهم دفاعا عنك لأنك تحمي العدل والله هل تظنين أنهم سيقولون إننا نشلق المحتسب لأنه يريد العدل؟ سيقولون إن مولانا المحتسب يتسذل إلى الأسواق لصيد العذار عوذ بالله أو إنه اختلس فلوس بعض اليتامة أو ربما قالوا إنني عميل لدولة أدنبية ويصادرون أموالي ويسجنون أولادي والذين تتكلمين عنهم سيكونون أول من يهتفون مطالبين بدمه وتكون مشكلة الدولة حمايته من الغوغة ما هذا؟ تقصد أن نظم الناس إلى العدل لن يروى أبدا أن السنين الطويلة هي مجرد سحاب لن تلمسه كف يكفينا ما نستطيع وأنا قادر على أن أدبر لك العدل العدل الناقص يرديني ولكن هل يرديك أنت؟ هند لقد أصبحت ولا شيء في الدنيا كلها يرديني ومع ذلك فأي شيء يرديني؟ قلبي معك يا سيدي المحتسر عندما أرى امرأة مثلك ما كانها القصور لا الجري في الطرقات بحثا عن الطمأنينة أحس أن قلبي معه يا قلبي وهكذا تبدأ الحكاية يا قلبي آه آيته حكاية كان يا مكان في سالف العصر والأوان محتسب قلبه مع امرأة جميلة حسناء اخرص يا ولد مولان المحتسب ليس مثل هذا الصم وهذا يؤكد أن الخبث وراثي في النسوة إن لم تصمت سأمر بحبسك ها؟ هند نعم ما اسم أخيك؟ حسن حسن عبد الله عاشت الأسماء حسن عبد الله سأذهب إلى مدير السجن بنفسي وأبتلع كرامتي وأتودد إلى إلى ابن العوادح وسأتي لك إن شاء الله بسك الإفراق ومتى أخذه؟ لا ينسى مولاي أن الديوان لن يكون مفتوحا فالحارس ينصرف بعد صلاة العصر وأنا لن أكون موجودا الديوان سيكون مغلقا ليكون سأصف لك بيتي اخرص أنت هل تعرفين قصر الحاجب؟ لا طيب هل تعرفين السبيل؟ أعرف إلى جواره قصر مبني بالقرميد أنا لا أعرف القرميد ولكنني أعرف قصر شهباندر التجار تخصدين شهباندر التجار القديم إنه هو نفسه أنا كنت أظن مولاي في غرب المدينة وما دخلك في هذا يا سافر؟ قل كل شيء للست بوضوح يا سيدي ليس أفضل من الوضوح مع امرأة تطلب العدل الكامل أستغفر الله العظيم وهل أنا ممن يخدعون ناس؟ وهل أنا مثل مدير السجن؟ إن غرضي شريف شريف هل أنت متزوجة أم عزباء؟ أنا يعيني عزباء بكر أما ثيب أثنية مطلقة أما أرملاء يلاش دلوني على المجنون الذي يطلق امرأة كهذه أرملاء جميل جميل عقد القراني غداً غداً إن شاء الله آه إه ده هل تفهم شيئاً؟ كوني غبية جداً فتفهمي ما أطلبه بسيط جداً زواج على سنة الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لكن ماني لا أريد الزواج رظيم نطلقك إن شاء الله بعد غد يا لهوي زواجهم بالليل وطلقهم بالنار ونعطيك مؤخرة الصداق والنفقة وسك الإفراق أي زواج هذا يا بنت فهمي مولانا المحتسب عينه منك إهي آه منك طيب آه ولماذا كل هذا التعب؟ عقد وشهود وتكلف نفقة واجع قلب لا استغفر الله العظيم أنا أقبل حرام لا أحبه تأبل حرام؟ آه يا حرام وهل ما تريده حلالاً؟ حلال حلال يا شبه حلال حلال آه وطبعاً عندك فتوى ألف ومع ذلك فهو في رأيي أنا حرام يا ساتر يا ساتر روض بالله اللهم ارفع غضبك ومقتك عنها يا عرب اللهم ارفع مقتك وغضبك عنها يا عرب يا هند لا تحرمي ما أحله الله لا تحلل الحرام يا رجل يا ابنتي يا ابنتي إنه زواج قائم على كل شروط الزواج العرض والقبول والإشهر الكاتب شاهد والبستاني شاهد لقد شهدت عشرات المرات في مثل هذه الأحوال ولا تنسى يا فتاة المهر ومؤخر الصداق والنافقة كيس ثقيل يجعلني أندب حظي يوم أن ولدت رجلاً رأسي يا دور أرى إن كان لي أن أنصحكي أن عرض سيدي المحتسب أشرف قليلاً من عرض مدير السيجن هكذا هكذا يا حسن هكذا ماذا جنيت تتضعني في هذا الموقف خذ الأمور ببساطة إسباحي مع الطيار الله إسباح لا تتعيب نفسك طيب اسمعي عندما كنت في سنك كنت أرى الأشياء إما بيضاء وإما سوداء لكن الزمن يضعف البصر يمتزق الأبيض بالأسود الحق بالباطل زمن رمضي كل شيء يساوي لا شيء عندما تصبحين في سني ستكتشفين أنك لا تخسرين شيئاً عندما تتهاونين وأنك لا تكسبين شيئاً عندما تتحدين الدنيا كلها عندما تصبحين في سني ستعرفين أن زماننا هذا هو زمن رمضي ياه لك منطق محكم يا سيدي المحتسب أنت مقنع جداً جداً يبدو أنني لا أقابل في يومي هذا إلا العقلاء نحن بسطاء الناس ليس علينا أن نفكر أو نناقش علينا فقط أن نقتنع عاقلة عاقلة والله والعقل ضروري في الأزمنة الرمهدية ومع ذلك فلي بعض الأسئلة أضروري أن يتم الزواج في قصر كهذا الذي من القرميد؟ لا 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 ليس شرطاً لكنه قصر فاخر كأنه الدنيا حراس قبارسة جوار روميات سجاجيد فارسية فواكه مغربية أطعمة شامية بيتي متواضعة ليس فيه سوى أرملة وحيدة لكنني مع ذلك أحبه أنت الدنيا كلها اسمع أيها الكاتب لقد انتهى وقت العمل اتكر على الله هيا اتكر على الله الديوان لن يدفع لك درهما زيادة نرأت بك هيا أفضل أن يتم العقد في بيتي أنا أقبل كل شروطك ثم إن التغيير لابد منه بين الحين والحين يا هند واضح مادمنا قد اتفقنا أسير أنا إلى بيتي نعم تسيرين تكون الفوضى بعينها كيف تسيرين يا هانم لابد أن تركبي محافة فخمة هل أنت مجرد امرأة من المدينة يحق لها أن تمشي على قدميها إنك ستكونين بعد بضعة أيام مطلقة مولانا المحتف المشهد الثاني ديوان الوزارة هند تدخل تائها لا تعرف من تكلم تصطدم بوزير الوزير وهو نفسه المساعد والكاتب في المشاهد السنة يا لهوي أنت آه قولي بقى إنك لا استأنت منظام كيفي في الصف يا ست مولاي الوزير أعزه الله على وزك الحضور قل إنك لا تعرفني وكيف لا أعرفك يا ستة الحسن والجماعة ألاست بنت السلطان نزيتني نزيتني يا رجل يا الصبر الصبر يا رب وقتي لا يسمح لي بالمداعبات قفي في الصف وخلص هنا يا جهر أمره سيدي وزير الوزير خذ هذه البنت عندك إنها ليست من جواري ليست من جواريك من جواري من أنت يا بيت من جواري نفسي حلوة أول مرة أشوف وعدة هي الجارية وهي المخاس في نفس الوقت التجارة تقدمت يا سادة يا عم يا عم الله يخليك أنا لست جارية إذن لماذا أنت هنا؟ جيت أقدم شكوى وهل ترين الوقت مناسبا للشكاوى؟ لا أعد يحب المعزين في الأفراح أليس هذا هو المكان المناسب الذي يقابل فيه الوزير المظلومين؟ هو؟ خلاص نصيحتي لك أن تعودي في وقت آخر لن أخرج من هنا قبل أن يسمعني الوزير إذن ابقى حتى أخرج لكي أنا أعرف هذا الصنف اللحوح النظام النظام يا غدا النظام قل لي قل لي تعالى أنت هل فتحوا سوقا هنا؟ سوق حقا أنت حبيبة لا سوق ولا دكان يا بنت مولايا الوزير أعزه الله غاطب على أهل بائته ولذلك قرر شراء طاقم جديد من الجواري طاقم جديد؟ مولانا الوزير أعزه الله لديه ثلاثمائة وخمس وستون جارية بعدد أيام السنة فهو يفضل التاريخ بتقويم عمر الخيام بدلا من التقويم القمري لكن السنة تلتمية خمس وستين يوم وربع ألا يستريح أبدا؟ ربع يوم يستريح فيه مسكين المولاي يحسدونه على ربع يوم راحة لكن مولانا الوزير أعزه الله عندما يشتري جواري جديدات سيضطرب النظام لا النظام عندنا كثاعة العدد هو هو دائما لا ينقص ولا يزيد لا 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 هناك عدد زائد ماذا تفعلون به؟ ماذا تفعلين أنت بملابسك القديمة؟ أعطيها للبت السنية خدمت هذا هو بالضبط ما يفعله مولايا أعزه الله أهي؟ يعطيها للبت السنية؟ ليس بالضبط مولايا الوزير أعزه الله لديه مئات السنيات الحكيم سنية السيات سنية رئيس الخدم سنية أنا سنية يا جيو لابد أن مولانا الوزير غني جداً في الأسبوع الماضي أراد مولانا الوزير أعزه الله أن يشتري قصراً أعجبه على الشاطئ وبعد البحث والتحري اتضح أن القصر ملك الله ياه إنه سري جداً ومع ذلك في الجواري لسنا على حسابه على حساب من؟ من المخصصات الوزرية نصفهم من بند الأدوات الكتابية والنصف الآخر من بند المكافآت التشجيعية نظام نظام كل شخص في الصدر لمحسوبيات لوصايت كل واحدة ستأخذ فرصات على النظام كما قلت ألف مرة زور جداً أعز الله مولانا الوزير درة الولاية كنز الحق وسيف الدولة كفا 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 أليست هناك وسيلة أفضل لتعذيبي من هذه الخطب العصماء؟ فقد سمعت منها سبعاً اليوم وواحدة أخرى تهلكني لكوني أجل خطبك اليوم أكون فيه قادراً على احتمال المهم أتيت بالمطلوب؟ إشارة مولايا أم لا تبعني كلمات فلا أنقدك عليها شيئاً أريد بضاعة فريدة لا قبلها ولا بعدها دقت بالنساء المتحلقات ثقيلات ظل بضاعتي يا مولايا كنز محرم على غيرك فرجنا فرجنا نرجس تبارك الباري فيما خلق عشرون سنة لا تزيد قد تنقص شهوراً تغني ولا سلامة تتكلم ولا الجاحز تحب ولا لي من أين بها؟ من عند شهبندر التجار ربها على العز كان يؤثرها على سائر جواريه ولماذا باعها شهبندر التجار؟ افتأر؟ في الشهر الماضي أدخل خزانته كذا مليون دينار من أزمة الدقيق أخصد شهبندر التجار السابق مات مسموماً وأين كانت قبل ذلك؟ كانت عند السنقق سليمان الذي اشتهر بجواريه الحسان أيضاً مات مسموماً قررنا شراءها وإهداءها للقاضي قمر شاه وهي قمر حقاً كما يلاحظ مولانا في شوال القادم تقمل الثمانية عشر عاماً من أي بلد؟ من سمرقند يا مولاي لا 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 أريدها ولماذا يا مولاي؟ إنها جميلة كما ترى وأفضل من عزفت على العود في الشرق والغرب يا بني أنا لا أريد أن أبحث عن المتاعب بنا وبن سمرقند مشاكل سياسية وأنت تعرفهم يتصيدون لنا الأخطاء سيدعون أن هذه الأفاقة أميرة سمرقندية وأننا خطفناها ثم يعلنون علينا الحرب وفي هذه الأيام ليس لدينا جيش نصفه يستعد للاحتفال بعيد الوالي النصف الآخر في بعثات لدراسة في نون الحرب طبعاً هاتها بعد العيد وعودة البعثات سأشتريها منك فوراً عارف 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 ستقول لي نهديها الوزير الديلم ولكن من يضمن لي أن لا ينقل الجواسيس إلى سمرقند إننا نحن الذين أهديناها له ابدعد عن الشر وغنيله مولايا أعتر هذه دعاً لا تقول كلمة أخرى يا رجل فستفسد جمالها برخيص الكلام هذه أشتريها ولو تسببت في مشاكل مع العالم كله إذا كان لي موهبة فهي معرفة مزاج مولاي كنت أفقد فيك الثقة لولا هذه البنة أنا كالغواص الماهر أبحث عن روائع اللؤلؤ في أعماق البحار وأعاني من ذلك الكثير وما هو ثمن اللؤلؤ أيها الغواص خمسة آلاف دينار نغرب بيتك جريب خمس تلاف دينار لو كانت زوجتك بكام تبيعها زوجتي أبيعها بدرها مين على الأكثر هل نستطيع أن ندفع بالأدوات الكتابية خمسة آلاف دينار؟ خلاص 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 سنستغل أزمة المساكن ونؤجر المبنى الخلفي من ديوان الوزارة التالية يا مولاي شهر زاد شهر زاد غير شهر زاد ألف ليلة؟ أفضل يا مولاي فعلا لأنها تحكي ألف ألف حكاية فضلا عن قدرتها على التأليف الفوري ولماذا تبيعها يا بني احتفظ بيها وستدر عليك ذهبا تكتب القصص والحكايات والمسلسلات وأنت تبيعها لكنها لا تعرف القراءة والكتابة وهل كل من يكتبون هذه الأشياء يعرفون القراءة والكتابة؟ مولاي أنا لست متخصصا بهذا النوع من التجارة نأخذها 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 عليك بها هي تحكي وأنت تكتب وتبيع أمرك يا مولاي من هذه المرأة التي تقف هناك؟ أنت تخفي الدرر الغالية للنهاية سأشتري منك هذه الجارية وماله يا مولاي أه؟ وماله؟ ماذا تقول يا راجل؟ هل كنت تحلمين بذلك؟ ستكونين جارية في قصر مولاي الوزير أبعد عني أنا حر لا دعي لكلمة حر هذه أمرأة إنها تضايق مولانا دعها دعها يا وزيري دعها إنها تخرج من فمها كالسكر مع أن مولانا أمر بإعدام تسعة رجال لأن أحدهم قالها الحرية نعمة يا وزيري لا يستحقها كل ناس الماس غال وهو أيضا جميل لكن لو تزين به الناس كلهم لما أصبح غاليا ولا جميلا تحول إلى الزجانك كذلك الحرية هي ماسون الغالي لا نسمح للسوق بامتلاكه يا نبع الحكمة إذن فأنت حرة أيتها السيدة نعم يا مولاي وما جاء بك إلى هنا جئت أقدم شكوى شكوى والهذا وقت الشكاوى ألف مرة قلت لكم نظموا الشغل حددوا مواعيد للشكاوى يا مولاي الآن وقت الشكاوى يا سلام الآن الجوار الحسناوات تسميهن شكاوى لقد كانت هذه الساعة مخصصة للشكاوى في أيام جدك الله يرحمه والدليل على ذلك يافطة في الخارج لكن منذ زمن طويل لم يأتي أحد للشكوى واليافطة أصابها الصدق ولماذا لا يأتي الناس للشكوى يا وزيري؟ أمر لا يخفى على ألمعية مولانا الوزير لأن العدل استتب في الولاية كلها بفضل حزمه تظن هذا؟ لما إذن تأتي هذه الساعة؟ ومن أدرانا أنها ليست شكوى كيدية؟ لا ليست كيدية والله أمعقول أن أن تقدم هذه الساعة شكوى كيدية إلهي انصفك يا مولاي انصراف انصراف للجميع حتى نسمع للشكوى التي ليست كيدية معذرة يا مولاي ولكن ثمن الجواري اذهب للشؤون المالية المسألة تحتاج إلى ترتيب إذن لن نحصل على درهم واحد ما الحكاية يا سيد؟ الحكاية؟ الحكاية تبدأ عندما كنت أتنزه على شاطئ البحر اختصري يا امرأة ولماذا تختصر؟ لماذا تختصر؟ أتريد أن تحرمنا من هذا الصوت الجميل؟ تكلمي تكلمي يا ست وأطيلي أطيلي بقدر ما تستطيعين كنت أمشي في حالي شافني مدير السد ابن الهرمة مظر ستة على ستة من يومها وهو يتابعني وعندما تجهمت في وجهي أمسك بأخي حسن وحبسها أترى يا وزيري؟ وتقول شكوى كيدية؟ مولانا الوزير نشر العدل لكن مدير السكن هو الوحيد الذي شاذ عن القاعدة ليس الوحيد المحتسب المحتسب؟ شاذ أيضا؟ روضني عن نفسي ومن أيضا؟ لا أحد جئت لمولايا فورا جئتي إلى المكان الصحيح يا امرأة ماذا حدث للناس؟ ماذا حدث؟ انقلبوا إلى وحوش ماذا أفعل؟ أخطر أفضل الرجال وأحسنهم خلقا فلا تمضي شهور حتى أشم رائحتهم نتنة هل أتولى كل الأعمال بنفسي؟ حرام؟ طبعا ألا يوجد في هذا البلد مواطن صالح غيري؟ لا تقلق لا تقلق يا ست أخوك سيخرج من السجن وسنعاقب الرجلين عقابا صارما راضعا أنت هل لدي وقت خال هذا الأسبوع؟ مولاي مشغول خلال أربعة الأسهر القادمة دبر لي وقتا موعد الكاتب بعد شهر ونص يقولون إنه مريض إذا مات قبل ذلك يكون مولاي خاليا ثلاث ساعات يا ملعون دبر لي ولو ساعتين خلال هذا الأسبوع يوم الخميس بعد المغرب فيه اجتماع لجنة التنمية إلغي إلغي أفضل لنا أن ننمي علاقاتنا مع الجماهير أمر مولاي إطمئني يا شاب إطمئني يا أتوال حسناء نعم سأكون عندك يوم الخميس بعد المغرب إيه؟ الله يخرب بيتك يا حسن موسيقى الفصل الثالث في اليوم الرابع والعشرين من شهر شوال حيث أقاموا احتفالا كبيرا في قصر الوالي وتسابق المتسابقون لدفع بعضهم البعض إلى الخازوق موسيقى المشهد الأول موسيقى موسيقى عرفة في بيت هند لها باب واحد ضخم أربعة صناديق كبيرة موضوعة في الواجهة النجار يرتب الصناديق هند تستلمها منه موسيقى واحد اثنان ثلاثة أربعة أربعة صناديق صح؟ المقاس مضبوط يعني أظن ذلك أموت وأعرف ماذا ستفعلين بهذه الصناديق؟ ألم نتفق؟ لا أسئلة صح صح الزبون دائما على حق أبي رحمة الله عليه كان يردد هذه دائما مضبوط بشرط أن يدفع أبي رحمة الله عليه كان يفتح رأس الزبون الذي لا يدفع بالشاكوش سأدفع سأدفع أنا لم أعترض حالا ايه تحشم يا راجل لا الدكان لا يبيع بالأجل أبي رحمة الله عليه كان يتقاضى أجره مقدما يا عم أنا لم أقل شيئا لكن ألم تلاحظ أن الخادمة هنا سأبعدها إلى مكان ما أه بأيديها وأنا قاعد هنا كيف أقول لها بتاعدي لأن في غرفتي رجلا تأدب تأدب يا نجار أه الصبر ماذا تريدين يا سيد الشغل وقدمناه قدمناه على أكمل وجه الثمن ونريده فورا ماذا تريدين الصبر 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 سأخرج وأعود بعد ساعة الصبر ولكنني أقسم برأس أبي رحمة الله عليه إذا كان هناك ملعيب فلن أستخدم أقل من الشاكوش أعيب عبي يا معلم أعيب أصف وهنحن من أصحاب الملعب أحياني ستي ستي راجل يا ستي من منهم ما قدراني هل أنا من البنات اللاقي يعرفنا الرجال أنا بنت مؤذبة مهذبة ثم إنهم ملثب كيف أعرفهم خلاص خلاص هتي ولا تنسي ما اتفقنا علي أمرك يا ستي هم يال هتي في الموعد بالضبط أليس كذلك؟ كل وقت يأتي فيه مولاي هو موعد مضبوط دقيق جدا أنا في مواعيدي عندما أعمل بنظام الدولة كلها تسير الدولة بنظام لا وقت لدينا للفرفرة ليس أمامي سوى ساعتين نصفها يضيع في المواصلات ياه على النظام يبدو أن مولاي مستعجل قوي مستعجل جدا هكذا أنا أحب أن أخذ كل شيء بسرعة هذه هي الطريقة الوحيدة لكي يأخذ الإنسان كل شيء الحمقى يدربون ثلاثين عاما أو أربعين عاما فيصبحوا من الحكماء أنا اشتريت واحدا منهم يشير علي في كل شيء وهكذا صرت حكيما بعض الكسالة يعملون ثلاثين عاما كي يصيروا زراء أو دون ذلك أما أنا فقد كسبت الوالي في يوم وصرت وزيره في اليوم الثاني بسرعة وبسرعة أيضا ينال الإنسان كل شيء الحياة قصيرة يا ست الصبر الصبر جميل أحيانا غلط غلط صبر إيه في مثل حالتنا هذه أينما كان الصبر ألسنا متفقين على كل شيء آه طبعا طبعا لكن زوجي زوجي وما دخل زوجك بهذا ماذا قلت زوجك ألم تقول إنك أرملة قلت ماذا حدث لنساء الولايات هل من الممكن أن تتزوجي بهذه السرعة لا لم أتزوجك فالزورة دي ولا إيه لم تتزوجي ولك زوج ليس أمامي سوى ساعتين يا امرأة قلت إنني أرملة وكان ذلك صحيحا والآن أنا زوجة وذلك صحيح أيضا هل قلت لك إن المواصلات تأخذ مني ساعة تقريبا نعم يا مولا إذن لماذا تضيعين وقتي أنا جئت أبحث عن المتع لا عن الألغاز اسمعني ببساطة كان لي زوج يحارب مع جيش الوالي كان محاربا شجاعا قتل من الأعداء في معركة واحدة سبعين فارسا أعرف 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 فمثل هذه القصص نؤلفها في ديوان الوزارة سافر مع جيش الوالي منذ خمس سنوات ودعته حتى سور المدينة انتهت الحرب رجع زملائه بعضهم قالوا إنه مات في البداية أنا لم أصدق ليس بين فرسان الأعداء من يقدر على قتله ثم لما طالت غيبته بدأت أصدق تقبلت الواقع حتى صباح اليوم رأيته أمان ألم يكن قد مات وانتهى؟ كان جريحاً زملائه ظنوا أنه قتله شفيا من جراحه وعش هناك خمس سنوات ثم اشتق إليه وإلى أرضه إلى بيته إلى زوجته فعز ديوان الوزارة بما فيه من كتاب وشعراء وحكماء عاجزين عن تأليف قصة مثل هذه القصة الخرافية نعم مع ذلك فلو كان هذا حقيقياً فإنه لا يهمني آه أنا لا يهمني لقد اتفقنا على شيء ويجب أن يحدث وأنا أنا إذا وعدت وفيت لكنني أحببت أن أنبهك إلى أن زوجي خير من حارب بالسيف في البلاد حرص نصف سكاني قبوري هذه النحية من ضحاياه وأين هو الآن؟ راح يزور أمك ومتى يأتي؟ من يعلم؟ حتى لو كان عن طرى بن جداد أنا قاعد قاعد وهذا سك الإفراجك بيجاد لست أعرفك كيف أشكر مولاي تعرفين تعرفين جيداً تعرفين يوه مولاي متعجل أول بعد كل هذا متعجل الوقت يمر وعن طرى على وشك الحضور وتقولين متعجل أخشى أن يفهم مولاي من كل ذلك شيئاً غير عواطف الحقيقي عواطفك أحب أن أسمع هذه الكلمة إذن فأنت تحبينني وأنا لا أعرف ما أقساني ومتى بدأ ذلك احكي ليه سأحكي لك حبي حبي لك لم تعرفه الدنيا من قبل ما هذا؟ ما هذا؟ زوكي زوكي أليس من الممكن أن يكون شخصاً آخر؟ لا يقرع الباب بهذه الطريقة أحد غيره سيهد البيت لأنه من عادته أن ينقر على الباب بأصابعه وما العمل؟ أنا 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 حائرة حائرة هل هذا وقت الحيرة؟ ألن يحضر هذا البغل الآن؟ وماذا بيدي يا مواج خلاص 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 أليله أنني أتيت أتيت للي أتفقد شؤون الرعية حال عظيم لكنه عندما يراك لن يسمعني بالتأكيد سيقتلك قبل أن يسمع كلمة واحدة يقتلني بهذه السهولة؟ أليس في البلد شرطة وقضاء؟ حاول أن تفهموا يا مولاي لقد عاش خمسة سنين بعيداً عني وبالتأكيد عذبه الشك طويلة فكري فكري في حل أرجوك لا تضيع البلد في حماقة يا خبر يا خبر اسمع لحل غير هذا الصندوق لا 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 مستحيل مستحيل وزير الولاية ابن وزير الولاية حفيد وزير الولاية يختبئ في صندوق أنا خائفة على مولاي خائفة على الولاية بعدك لكن كرامتي إذن؟ فمولاي يريد التضحية بحياتي لا يحب التضحية بأي شيء لا بكرامتي ولا بحياتي لابد من الاختيار يا مولاي هذه هي الحياة دائماً هناك لحظة اختيار قد تؤجلك الموت ولكنها لابد أن تأتي وعلى الإنسان في النهاية أن يختار بلحظة الاختيار يتكشف معدنه الحقيقي ويسقط طلع الزيف أمامك الآن الاختيار يا مولاي الموت بكرامة أو النجاة بلا كرامة ولا حل ثالث هل هذا وقت خطب؟ قولي لي هل سيطول اختبائي؟ إطمعين سأبعده بعد قليل وأخرجك اتفقنا؟ ينا ينا ملعون هذا الاتفاق المهم أن أخذ من هنا هيا أدخل أدخل أكذا لو كان قد قصل علي مولاي ينطق الحكمة دائما هل أنت مستريح الان؟ حالص يتعساتي برجال لا يستريحون إلا وهم مختبئون كل شان على ما يرام هناك رجل آخر آه لحظة بلي تفاتح المشهد الثاني نفس ديكور المشهد السابق ولا يوجد أحد عالمسرح سوى الصناديق الأربعة وبداخلها حسب الترتيب من أعلى النجار المدير المحتسب الوزير آه إنني أختنق بسم الله الرحمن الرحيم إنسن ولا جن؟ إنس إنس يا مجار النحس مجار النحس؟ إنسن طبعا ما دمت طويلة لسانها كذا لا شك أن الجن أكثر عدمة ولكن ولكن ليس لمثلي يقال هذا الكلام كلمة أخرى وأخطع لسانك أخرجني أولا ثم أفعل ما تستطيع يا صروق أين أعلم؟ في الصندوق الذي تحتك ومن الذي أدخلك فيه؟ الذي أدخلك يا منحوس منحوس؟ من أعلم؟ لا شأن لك تتكلم بطريقة نعرفها جيدا في العسكر هدوءا يا بغل 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 نختلط وتقول لي يا بغل ماذا بأيدينا؟ أهل البيت لعنة الله عليهم تركوه ورحلوا والبيت بعيد عن البلد ولن يكتشف وجودنا قبل سنة إحصاعا نكون متنا وأكلنا الدود ألا تعرف أن فاضا أفضل من هذه؟ الدود لا يهام ميتا محبوس وفوق سافل أنا يحدث لي هذا ولماذا؟ من قبل امرأة؟ أنا أيضا حدث لي هذا ودون قبلة واحدة ضحكت علينا القحبة بنت وأكل البنات بصراحة حتبتني تدافع عنها إذا نخرج نهائيا أخرى وللاذا الرجولة يا سيدي هي أن تقول الحق ولو على نفسك لقد اجتهيتها اجتهيتها بل وما زلت اجتهيها ومع ذلك فأنا غلطان امرأة شريفة ووحيدة عيب ما فعناه والله ولا الحيوانات كف عن خلة الأدب يا نجار تتكلم بلهجة الشرطين وحتى ولو كنت كذلك لا يجب أن تكلمني هكذا يا عبد نحن في الهبن سواق ضعت المقامات في هذا البلد اسمع يا والد لقد صدرت على طول لسانك ورفع الكلفة ولكن يجب أن تدرك أنك مجرد نجار وأنا رجل محترم تعني أنني لست محترما؟ أنا من الحكام يا والد كذا؟ كذاب ونهاياتك جهنة ماذا كان الحكام يحبسون في العدوان السفحة؟ اه؟ اه لو عرفت لميت تخوفني كأنك سيدنا المحتاسب ها؟ وكيف عرفت؟ إنني فعلا المحتاسب اخرس ماذا تقول يا والد؟ أنا لم أنطق أتغير صوتك يا مجر النحط؟ أغير صوتي؟ أنا أمان يا سعادة المحتاسب اخرس أنت أيضا بسم الله الرحمن الرحيم ماذا؟ هناك شخص ثالث هنا شخص ثالث؟ عفريت؟ عفريت؟ لا إنه المحتاسب في الغرفة محتسبان؟ روحنا فدايا إذن أنت لست المحتاسب؟ لقد أتى ليقبض علينا الملعولة بلغت بأمرنا يا مجر ألست ألت المحتاسب؟ ضعنا يا مجر النحص إذن قد كذبت عليه؟ لماذا؟ كف عن هذا اللغم؟ السجن في اتظارنا يا مجر؟ السجن أهول من أن نختارك هنا صح، صح، أهم شيء أن نخرج من هنا ثم نتصرف بعد ذلك أنا أعرف جيدا كيف أتفاهم مع سعادة المحتاسب أفهم، أفهم؟ لماذا كذبت عليه؟ سعادة المحتاسب؟ نعم يا سعادة مدير السجن مدير السجن؟ ولكن لماذا كذبت؟ ألم تخرجنا من هنا يا سيدي؟ الجن؟ هاتعرف من سيخويقك من هنا؟ كيف ciao؟ من؟ نعيب، أنا عيب六 عواد اخرج، يا سيدي يا ساعدة المحتاسب، أنا مستعد للحاكمة، ومستعد للحبس في جنح رقم 4، تعرفه طبعا حبس كذاب وغبي يا خلاطف كلمه بالحسنة لكي يخرجنا من هنا أنتم الأكابر والأكابر يراعون بعضهم خوفا من شماتة عن فادتها يا سعادة المدير أعانك الله على محناتك ستظل محقوسا هنا حتى ينفذ الله أمرا كان مقضية مظلوم مظلوم الله مظلوم الله يكلمك ويحفظك أولادك أنا أعول عشرة أفطال الأبرياء مظلوم يا مولاي مظلوم ليس بيدي والله انتظر انتظر المحتسب يتكلم من تعه سيدنا المحتسب متصدر احذر يا ولد مما تقول أنا أسمعه جيدا أين أنت يا سعادة المحتسب بالطابق الثاني يا مغفل هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا أصحيح الأمام التهيئ؟ الصبر لم يبتلنا شيء سوى الصبر لا شك أن الوالي سيدرك غيباتنا ويأمر بالبحث عنها في كل مكان فرصة للبلد تشمر ريحة العدل وقح سافل لو كنت أعرف كنت صنعت ستين صندوقا ساتر فات موعد قواتي وأنا أتشارك وأنا أسوأ من هذا ولك بماذا يا ورد؟ أريد أن أفك نفسي أفك؟ ماذا يقصد هذا المتشرد؟ إذا كنت أنه أنه آآ فهمت فهمت إيه أتى أنا ضر؟ إلا هذه تكون أحيبات القضاعة الاتحائية إنها نجاسة يا ولدي نجاسة نجاسة؟ ولكنني بضطر؟ أصبر أصبر غدا يأتي الفرق؟ غدا؟ غدا؟ تقول غدا؟ نعم غداً أكلك قد فككت نفسي عشرة مرات على الأقل عشرة مرات على الأقل؟ لا 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 هذا ليس عدلاً كان يجب عليهم أن يضعوا النجارة في الدور الأول امسك نفسك يا ولد، هذا عايقون يا أوراد العرب، ما عارفوا النظام لابد أنه كبير كبراء من يا ولد؟ المحبوس في الصندوق الأول أي صندوق؟ هناك أربعة صندوق أنا صندوق والمدير صندوق المحتسب صندوق من في الصندوق الرابع؟ ما أقول؟ من؟ ربما كان فارغاً لا، لا أظن البلد فيها أزمة سكن نشوف، نشوف، ولكن امسك نفسك نشاهدك أغاناً يا من تنسك نتاحك، رد علينا كلمنا، تسلى معنا بالحديد، إلى متى تخفي نفسك يا ربانا؟ لم أقل لكم إنه فارغ؟ لا لا لا، هناك أحد حاسة الشم لدي قوية وبالطبع، يعرفنا كلنا، لأنه أول من سكن طبعاً، ولا يتكلم، لأن مركزه كبير جداً ربما، ربما، ربما كان الحاجب امسك نفسك، حسب معلوماتي، وهي معلومات دقيقة جداً، كما يعرف الجميع الحاجب لا يحشق شيئاً سوى المال، ولأنه يتعاطى الرشوة كل نصف دقيقة، فهو لا يجد وقتاً للنساء معلوماتي تؤكد أن زوجته، وهي بالمناسبة صغيرة وجميلة ما إن ترى رجلاً، نمسك نمسك، إلا، إلا، إلا إلا ما هذا؟ الله العظيم، لا دعي للنميمة في موقفنا هذا لكن لا تنسى أن تحكي لي كل شيء بعد خروجنا من هنا بإذن الله إن شاء الله، لا تنسى سيادة المدير، هل أنت متأكد أن الحاجب يأخذ رشوة كل نصف دقيقة؟ إنه أحصاء يا جامل، إذا متى يفك عن نفسك؟ الله يخرب بيتك كفة عن هذه القصة؟ طيب، طيب، أعاني وحدي والأمر لله، خطرك لي فكرة؟ أه؟ 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 أه ربما.. ربما كان القائد للأسف! نتائج معاركه في غرف النوم هي نفسها نتائج معاركه في مياتين القتال إذن لا أحد هناك يا جماعة.. يا جماعة.. لقد تعبت.. تعبت أنا.. أنا لا أرى دررن في أن أفعلها امسك نفسك.. والد اللطيفة وتحملها أنا.. أنا أعاني كلنا أعاني ليس مثلي يا ولدي.. كلنا أعاني ولكن أنا أتحمل أنا أعيد أريباً في فك نفسي ولدي ولكن من قبل خاطر سيدنا المحتسب لن أفعل لكن.. لكني أموت يرضيكم موته كلنا سنموت يا ولدي ولكن علينا أن نموت بقرابة كلنا cut نعم سأفعله بكلامة ربنا بقدية أجلداري سأفعلها ك раза سأفعلها بلاكف لا ولا يحدث ما يحدث ها اياك يا ابن الكلب من الوزير الوزير مهارسود الحكومة كلها دحتي المشهد الثالث غرفة هند الصناديق كما تركناها في المشهد السابق يدخل جنديان ثم يدخل المنادي مولان الوالي هل تدركون خطورة ما تدعون؟ كل ما قلناه حقيقة يا مولاي أنت تغامر بعنقك أيها الشاب لأنني متأكد من صحة ما أقول سأكون آسفا لو كنت كاذبة لا تستحقين العقاب الذي سأفرده عليك كذبة كبيرة كهذه تحتاج إلى كبار ونحن لسنا إلا من صغار الناس أرجو أن يكون ما تدعون صحيحا حتى لا يقع عقابي عليكم وأرجو أن لا يكون صحيحا حتى لا أفقد دهشتي أمام أي شيء بعد ذلك افتحوا الصندوق الأعلى أولاً دعوني دعوني مش قادر إنه النجار يا مولاي هو الذي صنع الصندوق أنا أنا بريء يا مولاي مظلوم يا مولاي إلى أين تريد الذهاب يا نجار؟ أعز الله مقام مولاي سأموت إن لم أذهب إلى الحمام فوراً ألا تستطيع الصبر قليلاً؟ أستطيع أستطيع إذا لأنت لا تصدق لي يا مولاي في هذا الشيء لا أستطيع الصبر اذهبوا به إلى حيث يريد ثم أعدوه بالسرعة بالسرعة ما شاء الله ما شاء الله أعز الله مولانا الوالي وأيّد حكمه العادل ومنحه الصحة والعافي مدير السجن محبوس في صندوق لست أدري هل أغضب أم أضحك؟ لماذا أنت هنا؟ سأجيب على سؤال مولاي بإذن الله سأكشف ما يبدو غامضاً ولكن ذلك يستغرق بعض الوقت وهناك أمر أكثر خطورة ولا يتحمل التأخير لحظة واحدة ولو كان خاصاً بي ما اكترفت ولكنه خاص بمولانا وصاحب نعمتنا فهل تسمحون لي؟ ماذا تريد بعد إذن مولاي سألقي القبض على هاتين؟ نعم هل هذا جزاؤنا؟ جئنا نفرج عنك فتطلب حبسنا؟ حسن ألم أقول لك نكمل هربنا فأخذت تقول لي رسالة وأريد أن أبلغها سمتاً سمتاً ولماذا تريد أن تقبض على هؤلاء؟ حياة مولانا في خطر طالما أن هؤلاء أحرار هكذا؟ لكنهم جاءوا إلى قصري وبقوا عندي فترة وصحبوني إلى هنا ولم يبدأ منهم شيء إنهم ملاعين خبثاء وأنا متأكد أنهم يتآمرون على حياة مولاي فهل تسمحون لي بأن أؤدي وبيبي؟ بل تقف مكانك لا تتحرك وإذا تحركت طار عنقك أتفهم هذا؟ أفهم يا مولاي افتحوا الصندوق التالي حارس العدل في البلاد؟ وهكذا يثبت لنا كل يوم يا مولاي أننا بدونك لا نساوي فلساً من لنا سواك يا راعي الحق والعدل مهما كنا ومهما فعلنا فنحن نحص بالضآلة إلى جوار أياديك البيضاء لو لاك يا مولاي لقضى علينا هؤلاء السفلة ولكنك أتيت فارساً شهماً لتنقذ رجالك المخلصين فهنيئاً لنا بك بطلاً عظيماً وهنيئاً للولاية بك حاكماً عادلاً أرأيتم مثل رجالي في النفاق النفاق أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم والله والله وبعقد الهاء ما كرهت في حياتي يا مولاي أكثر من النفاق والمنافقين والله أترى هذا المدير؟ صديقنا مدير السجن هنا والله أهلاً 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 بك ومرحباً قف إلى جواره ولا تتحرك أمر مولاي مطاعة ولكن عذراً يا مولاي لا طاعة في معصية الوقوف إلى جواري معصية ها محتسب؟ حاش لله يا مدير حاش لله فأنت رجل فاضل على خلق عظيم لكنني أريد الاستحمام والوضوء فلقد فاتني كثير من الفروض في محلتي أبقى الله مولانا أبقى الله مولانا لأنه أنقذني منها أي والله أنقذني منها ذنبك علي أيها المحتسب الأمانة يا مولاي لا يوجد إنسان قادر على تحمل ذنوب سيدنا المحتسب إهانة إهانة يا مولاي لدي فكرة جيدة لك تخيل أنك ما زلت محبوساً في الصندوق واصمت وإلا الصندوق التالي يا خجلي من أي عين ترى ما أرى ماذا سيقول عني التاريخ؟ حتى وزيري يختفي في الصندوق كما لو كان مهرجاً رخيصاً أسعد الله مساء مولاي ما شاء الله ما شاء الله صحتك تبدو على وجهك المشرق هكذا لا شك أنا مولاي اتبع نصيحة خادمه الوفي يأكل البادنجان إني على الريء إنها وصفة لا تخيب للنشاط المتجدد ورستها عن أجدادي وحبسك في الصندوق هل هذا أيضاً ورثته عن الجدود؟ تقصد هذا الـ لا 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 أذكر أن أحداً من جدودي وقع في شيء مثل هذا وهل تستطيع يا وزيري أن تفسر لي ما أرى؟ طبعاً بكل تأكيد يا مولاي إنها قصة طريفة سنتسل بها في الليالي الهانئة أدامها الله عليك وجعل أيامك كلها سعادة هل لديك مانع أن تحكيها لي الآن؟ لا 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 بالطبع لا مانع إطلاقاً ولكن أرجو أن يسمح لنا مولانا بتغيير ثيابنا الحمد لله هدوء هدوءاً ليسمح لي مولاي أن أخرج مع النجار دقيقة واحدة ولماذا؟ بيني وبينه فقر وأريد أن أقتص لنفسي لن يهدأ بالي إلا إذا قتلته بالنعال تأدب كفى تأدب لقد جاءوا إلى قصري وحكوا لي حكايتهم وأكملوها لي في الطريق لقد قبضتم على هذا الشاب هذا صحيح الآن هذه السيدة خطيبته أرادت الإفراج عنه معذرة يا مولاي هل قلت خطيبة؟ نعم أنا خطيبته أرمالة ومتزوجة ومخطوبة هذا كثير تزوير تزوير في أوراق رسمية هذه البنت قالت إن هذا الولد أخوها ألم تقولي هذا؟ كذبت حتى أنقذ الكذب حرام تزوير أطلب محاكمتهم للتزوير ستتم المحاكمة فعلاً ولكن للجميع يجب أن يشناقوا جميعاً ما سهل ما تطلبون شنق النار أيقبل مولانا أعزه الله أن نكون موضوع صخرية من غانية وصعلوك ونجر نجر النجس لقد جئت إلى هنا أبحث عن الحق وسأصل إليه مهما حدث فليكن ثمنه غالياً ولكن يكفيني أنني عشت في وهم العدل سنوات علينا جميعاً أن ندفع الثمن غالياً حتى نصل إلى بارقة أمل ماذا حدث؟ سمتاً سمتاً لا تعرفون آداب الحديث في حضرة الوالي يا غجر تعلم أنت أيضاً آداب الحديث واصمت أن يسمح لي مولاي أنا لم أفعل شيئاً يؤخذ علي لقد كنت أريد الزواج من هذه المرأة بشريعة الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي والله آه زواج بالليل وتلق بالنهار زواج بالقهر آه وأين كان القهر أين كان القهر لقد عرضت عليها الزواج وقابلت وكاتبي شاهد على ذلك اطلبوا واسألوا هل كنت أستطيع أن أقول لا؟ طبعاً طبعاً لا لا يا سيد المحتسب لما كنت أستطيع أن أقولها وعندما تكون الإجابة نعم ونعم فقط يكون هذا هو القر الحكاية يا مولاي ليست حكاية زواج وطلق فالناس في بلادنا يتزوجون كالأرانب ويطلقون كالكلاب صدقت لكن القضية الحقيقية هي قضية هذا الولاي نعم نعم أنا لقد تآمر على حياة مولانا أنا نعم منذ ثلاثة أعوام ونحن نراقبه كان يقابل البعض من المشبهين أنا نعم راقبناه بدقة وعرفنا موعد تنفيذ الخطة وكمنا له حول قصر مولانا وقبضنا عليه بعد أن قاومنا مقاومة عنيفة يا مولاي لقد أصاب فيها ثلاثة رجال من الشرطة بجراح أنا نعم أنت اتق الله يا رجل وكيف أصبتهم أيها المدير هيا أجب على سؤالي بالله بالله بالسيف طبعا لو كنا نعرف كيف نستخدم السيف لما كانت هناك قضية ولما أتينا هنا هذا تحريض على الفتنة ثم ثم وبعد أن قبضنا على هذا الولد وأوشك على الاعتراف غرب من السجن ليعود للتفكير في جريمته الآثمة هذه هي القضية يا مولاي وكل ما عداها عبث لا يصح أن مضيع واقتلت من فيه نحن لم نفعل شيء أن نخجل منه لم نبدأ أبدا بالعداوة يا مولاي ولا حتى بالمحبة نحن فعلنا فقط ما كان يجب علينا أن نفعله اعتراف 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 بماذا أيها المدير اعتراف بالله 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 لا أذكر يا مولاي إنما هو اعتراف نحن فعلنا ما كان يجب علينا أن نفعله يا مولاي أما هم فقد فعلوا ما كان يجب عليهم أن لا يفعلوه أنا أنا فعلت ما كان يجب علي أن أفعله أقصد برغمي برغمك غدا إن شاء الله تعرف أنه كان مدبرا وأنت أيضا يا سيحسن نعم سأسمع اعترافك قريبا إن شاء الله هل نسيت مندفعا؟ ها؟ أعز الله مولاي أعز الله مولاي الوالي وأبقاه ذخرا لنا أنا لا دخل لي بالأمر كله كما هو واضح يا مولاي والله لا دخل لي بالأمر كله ولم أفعل ما يغضي بالله ولذلك أقول بضمير مستريح وبكل حيدة ونزاهة إن ما تم يا مولاي كان مؤامرة محبوكة الأطراف مؤامرة؟ نعم يا مولاي مؤامرة تدبر لها بعض الجهات هكذا وما هي هذه الجهات؟ ها؟ لم نعرفها بعد ها؟ إذن كنت تعرف أن حسن يتآمر علي أليس كذلك؟ أقسم على صحة ما أقول وحاول ذلك فعلا؟ حاول إذن لماذا أعطيته سك الإفراج هذا؟ ها؟ حتى تراقبه وتجمع عنه أدلة أكثر أليس كذلك؟ بالضبط 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 يا مولاي هذا ما حدث ما أحكمك يا مولاي ولعلك أنت أيضا أفرقت عنه لنفس السبب تماما يا مولاي بالضبط وأنت؟ أنا؟ أنا تفهمت مع السيد مدير السجن ووضعنا الخطة سوياً ولولا أن حدث ما حدث لتمت الخطة بنجاح أليست صدفة غريبة؟ لقد اتفقنا عليها لأنها خطة منطقية ورغم اتفاقكم هناك ثلاثة سكوك للإفراج ألا أجد لديكم يا حكمائي تفسيراً لهذا؟ سنجد بإذن الله تكلم يا مولاي الوزير تكلم أنت أيها المدير فأنت صاحب الأمر أطالبكم يا رجالي بأن تجدوا تفسيراً لما حدث مولاي أنا لا أستطيع أن أفكر يا مولاي وأنا وأنا أتشار وأنا مولاي لا أستطيع أن أفكر إلا ومساعدي معي أنا أنا أريد أريد أن أقول لا تقول أي شيء الموقف واضح لقد فهمت كل شيء من حق يا مولاي من حق كلمة فأنا الوزير لم تعد وزيراً لقد عهدت إليك بالأمانة لكنك خنتها كلكم خنتم الأمانة ويجب أن تعاقبوا على ذلك كلكم معزولون من مراصبكم أيستطيع مولاي حقاً أن يحكم بدوننا؟ لا أظن لقد كنا حكام هذا البلد منذ مئات السنين لا شك أن هناك من هم أفضل منكم سأبحث عنهم بنفسي وسيحكم منكم إلى ذلك الحين الحاجب لا بد أنه هو الذي ضبر كل هذا وأنت أيها النجار نعم ستقدم للمحاكمة أنا بريء والله ستحاكم لمساومة هذه المرأة فقط لمساومة المرأة فقط؟ يحيى العدد يحيى العدد مولاي بالنسبة للنجار أنا قد تنزلت عن حقي يحيى العدد يحيى العدد وأنت يا ابنتي كنت سيدة عظيمة بلا عظمة خزائني مفتوحة لك وإن كنت أظن أن هديتك الكبيرة هي حسن الذي فعلت من أجله كل هذا يكفينا أن نحس بالاطمئنان في رحابك يا مولاي وأنت يا بني أطلب ما تشاء مني يا بني أريد أن أحكي الرؤية يا مولاي وماذا سنفعل في المساء؟ سنسمع إليك آن ذات انصارفوا هيا انصارفوا وغدا ستقدمون للمحاكمة يحيى العدد عشت وشفت الحكام يحاكمون من اليوم سنبدأ عهدا جديدا عيوها الحاجب أمر مولاي العاجب العاجب هو نفسه مساعد مدير السجن والكاتب ووزير الوزير يرتدي ملابس فاخرة ويسير متبخترا أنت مرة أخرى يا لهي هند تلتم خديها وتجري بعيدا عن المسرح كنتم مع مسرحية حفلة على الخازون اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات رجد المهدي المرسي أبو العباس ياسر عبد العظيم حمدي حافظ رباب أحمد فوزي أحمد حجازي محمد عبد الحليم جلال هاجرسي مفيد عشور لبنى محمود صبحي خليل عادل مهلمي شاكر خضير قام بدورة الراوية الشريف خاطر الهندسة الإزاعية والمنتاج ألف إبراهيم وهشام رمضان حفلة على الخازون مسرحية من تأليف محفوظ عبد الرحمن إخراج رضا الجبري اشتركوا في القناة